معايا الحقيقة يعني اتنين من الزملاء والحقيقة الأعزاء وخبراء في عالم السياحة والطيران الحياة معايا الأخ والزميل الفاضل الأستاذ مجدي صادق الحقيقة اللي منورني وعضو مجلس شركات غرفة شركات السياحة والخبير السياحي طيش تلات كده كتيرة ومناصب كتيرة بس هو أخ والزميل فاضل ومعايا طبعا الأستاذ محمد قعود الحقيقة رئيس لجنة أسياح والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال نورنا مستر محمد من أبو الشباب دو طبعا مستقبل مستر محمد يعني بيعجبني دائما أرأه والله يا مستر مجدي يعني في حاجاته كلها فيها كده تقدمية كده في التسويق وفي الفكره في السياحة يعني إلا كانت طبعا حقيقة الأستاذ مجدي بقى مخضرة في السياحة وطيران تحديات كتيرة ومواضعنا كتيرة النهاردة هنتكلم فيها نبدأ مع الأستاذ مجدي اللي كلمنا نبدأ بقى ملفات كتير قوي عندنا التسويق عندنا نتكلم عن الحدث بتاع يوم السبت اللي جاي بتاع الموميوات أو أوكب الملك الرهيب ده المهيب اللي هيبقى بإذن الله يوم السبت حابب نتكلم فيه الأول ولا آآ طبيعي ولا نتكلم في مبادرات الأول نبدأ في السخن ولا نعمل إيه طبعا مساء الخير يا دكتور عاطف عليك ودكتور عاطف عبل الطيف طبعا من قامات السياحة الكبرى الله يخبر حدث طبعا أستاذ محمد قعود ده طبعا الشباب اللي بتاع المستقبل والفكر المتطور آآ فكر المتطور الجديد فإحنا الثلاثة متهيقل يعني تكنوكرات فهيبقى حديثنا يعني حديث خبراء بقى بعيدة عن الأكاديمية والشوك وكده صحيح نبقى حديث خبراء وإن شاء الله أنا شايف أن يعني الملفات اللي حضرتك كلمت فيها وطرحتها مبدئيا دي بكلها ملفات هامة جدا ليك يا مصر ومصر أقدس أرض صحيح أنت شايف السياحة إزاي يا مستر مجدي وتوقعاتك خلينا نتكلم لأول توقعاتك إيه في الفترة اللي جاية وشايف السياحة وضعها إيه ورايح على فين الأيام اللي جاية وتأثير يعني شوف هي سؤال كده مركب وتأثير الحدث اللي اليوم السبت اللي جاي بتاع نقل الملوك مصر الفراعينة إلى مركز أو متحف الحضارة الجديد لمكانهم الجديد من متحف الموجود في التحرير إلى متحف الحضارة احنا خليها نقاش بينا كخبراء احنا ثلاثة تكنوكراتياني انا شايف ان الموكب اللي هو الجولدن باراد اللي عاملينه والموكب بتاع انتقال اتنين وعشرين ملك وملكة من أعظم ملوك الفراعنة والجمال اللي تم بالطريقة يعني طريقة جميلة جدا اللي تمت اللي اتعمل بها تطوير بتاع مدان التحرير والتطوير بتاع آن السيرة والتطوير بتاع متحف الحضارة والطرق والكبار اللي اتعملت بشكل رهيب جدا فيعني شايف ان هو هتبقى حاجة لمصر جميلة حدث وحدث قوي جدا 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 وانا كنت افضل طبعا ان هو يعني يبقى الحدث ده هو فيه نجوم عالميين ومش بس نجوم فن نجوم رياضة ونجوم كل النجوم يبقوا متواجدين مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتحفاظ على الاجراءات الاحترازية وكل حاجة بس عايز اسألك سؤال يا دكتور عاطم ايه تفضل هو في حاجة بالمجان المجان في العالم كله دلوقتي لا ما فيش فيش حاجة بالمجان يبقى احنا من دلوقتي عايزين حاجة بالمجان ما ينفعش ان قنوات تبس بس لهذا الحدث العالمي يعني حتى لو هتخليها تبس بالمجان لان احنا محتاجينها عشان توصلنا للعالم عشان الظرف دلوقتي هنقول لا يعني خلينا وضعين انت بتخب مني تصريح تصوير انا كل اللي عايزه في تصريح التصوير اه ان حقوق الملكية الفكرية بتاع التصوير والباس ده اللي انت بتعمله دلوقتي اي انا متدهولك ماشي بالمجان بس فيما بعد في اي استخدام حقوق الملكية الفكرية لمصر وحدها اه اي وقت هتزيعه هتدفع لي اه لان دي عصاها حدث يعني ما فيش زي وما مش يحصل يعني ما حصلش قبل كده ومش يحصل بعد كده حدث تاريخي واحد صحيح صحيح وفي هذا التطوير انا اه اه اظن بعد التطوير اللي اتصرف عليه المليارات حقوق الملكية الفكرية لهذا الحدث من النقط الهمة جدا اللي ارجو ان يتم مراعتها مجرد ان هو اللي بيصور يوقع ان حق هذا البس والتصوير حقوق مصرية خالص تمام طيب يعني دكتر راح ويحترم يعني واكيد يعني طبعا المسؤولين ممكن يكونوا يعني بيدرسوا او بيشوفوا حاجة زي كده والقرار في الاخر طبعا بيكون في صالح في صالح مصر وفي صالح السياحة طبعا اكيد في صالح مصر والسياحة وعشان كده ما انا بنتكلم بنقول احنا مجموعة احنا ثلاثة خبر عادين مع بعض انا بتكلم في جزئية ان انا هستخدم هذا الفيلم بعد كده صحيح بالنسبالي كالنقطة اللي هبتدي منها تسويق على سنين جاية صحيح يعنينا لما هبتدي المتوقع اللي انت حاسس بعد الحدث دوت بإذن الله اليوم السبت ده اللي تتوقع الفترة اللي جاية من يعني او تدر تقول الاثر الايجابي من الحدث دوت وتأثيره على السياحة من ناحية طبعا بقى تسليط الدوق وكده والجذب السياحي وتسليط الدوق على مصر في الفترة ديت وضعه ايه بقى تأثيره ايه الإيجابي على الفترة اللي جاية من تدفق السياحة لمصر ما احنا 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 نتكلم في جزئي تيل طبعا وكنت بتكلم مع أستاذ محمد قعود قبل ما اخشي وعد مع حضرتك احنا دلوقت احنا عشان نتكلم في تدفق سياحي فلازم نتكلم في العصر او الوقت الحالي اللي هو وقت الكورونا احنا عشان نبتدي نقول ان احنا عايزين تدفق سياحي لازم زي ما فخامة الرئيس عمل لنا 100 مليون صحة يعمل لنا 100 مليون مصري مطعمين بكورونا ونبتدي يعني بالعاملين بالسياحة لا نبديهم أولوية ونبديهم أولوية في ايه انا مش عايز احمل الدولة حاجة خالص انا عايز ان حضرتك سيد محمد وانا كل صاحب منشأة سياحية يساهم في تطعيم العاملين لدي للصف بتاعه يعني مثلا مثلا يعني الاسترازريكا ب2 يورو اي حاجة تانية بكذا 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 مفيش مشاكل اللي الدولة تتفق عليه احنا ندفع لعملنا وبالعكس ده احنا نساهم وانت عشان بقى تبتدي تقول للعالم تعالوا لازم تقول لهم ان انا الاجراء الصحي بتاعي وابتديت اطعم زي ما حصل دلوقتي بتحصل في روسيا بتحصل في دبي اعملين سياحة سياحة الفاكسين بدأ حاجة اسمها سياحة الفاكسين تعال اتفسح واخد فاكسين انا مش عايز سياحة الفاكسين بس عايز اطمن الناس اقول لهم انا بابتدي اعمل تطعيم واحنا عايزين برضو نساهم وطبعا كان حسان بالشاعر طبعا انسان جميل ورئيس الغرفة بتاع شركات السياحة يعني ودلوقتي فيه دكتور نادر الببلاوي فاكترحوا وهم على استعداد تام بانهم حتى يعملوا مقرات لوزارة الصحة اصلي زيادة المقرات بتساهم في التسريع بالتسريع بالفاكسين فبدل ما يبقى فيه مقرين تابعين لوزارة الصحة ان اعمل مقر كامل في مناطق معينة واعمل هذا المقر اهداء لوزارة الصحة الاطباء يجي عضو الممرضات وكله واعمل فقرة للتجهيز وان هو يبقى فيه تخزين للفاكسين ولما يبتدي التطعيم يبقى خلاص معروف مثلا الغرداء فيها ست سوعة مقرات شرم الشيخ تلات اربع مقرات صحيح اتفق مع حضرتك وفكرك ويسا ان كل يعني حتى في كل فوق او كل مكان فيه مكان كمركز للتطعيم صحي كده ولا يعني هو المركز لازم يبقى ليه تجهيز معين طبعا عشان كده بنقول مساهم مع بعض من احنا نديهم في تجهيز مقرات مع الاتفاق مع وزارة الصحة مع تحملنا لاعطاء الفاكسين وتبقى كده يدرنا نساعد مع الدولة ونقلل ونسرع الحم ونسرع لان احنا من مصلحتنا السياحة تشتغل صحيح صحيح مصلحتنا كلنا ان لازم السياحة تشتغل صحيح يعني مصلحت مصر اولا صحيح حضرتك احنا كنت برضو بتكلم مع السياس محمد احنا كنا وصلنا لحد 16% من الدخل الاراضي العام للموازن العام للدولة صحيح صحيح بالجمعية المصرية لشباب الاعمال ايوها اوام حبة ارا حبة حدرتك وبدكتور وشكرا للنهار ده اه معانا الدكتور استاذ دكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لمتحف الحضارة مساء خير يا دكتور مساء نور يا دكتور ازاي حضرتك اهلا بيك يا فرد اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك كلمنا عن الحدث العظيم ده اهلا بيك فرحان ان اه ان اه تواصلت مع حضرتك النهاردة عشان اه اه حيك تكلمنا عن اهمية هذا الحدث وتأثيره الايجابي في الفترة القادمة على مصر وعلى السياحة بصفة خاصة يعني اه الحقيقة يا فندم الحدث يعني يمكن مصر مشاهدتش مثل هذا الحدث من قبل ان يبقى فيه موكب متحرك اول عالم كله ما شافش موكب زي له اه اه مضم 22 ملك وملكة اربع ملكات و18 ملك اي سيتم نقلهم بإذن الله من المتحف المصري بالتحرير اه في موكب مهيب اه تشارك فيه جميع جهزة الدولة هيبقى فيه خيل هيبقى فيه مبسجلات هيبقى فيه اطلاق عيرة نارية هيبقى فيه مشاركة من ممثلين ومغنيين واركسترة في موكب بيحترم هؤلاء الملوك والملكات وقصية الموت ثم يصلوا بإذن الله ويكون في استقبالهم اعلى تمثيل الدولة المصرية والاضافة الى ذلك شخصيات عالمية سواء في مجال الآخر او في مجال السياحة صحيح وبعد ذلك يعني تنطلق الإشارة بفتح المتحف صحيح واستقبال هؤلاء الملوك والملكات ويكون المتحف مستعد لاستقبال الجمهور من يوم الاحد اربعة ابريل ان شاء الله ان شاء الله وبينما الملوك والملكات سيتم عرضهم في مقبرة هي قاعدهم ولكنها اشبه بمقبرة تشمل مقتنياتهم التي وجدت معهم في المقبرة بالاضافة الى التابوت بالاضافة الى اشعة مقطعية قد تعكس اذا كان هذا الملك او الملكة له قصة ما مع وفاته ودول هيبقوا جاهزين للعرض في قاعة المميوات الملكية من يوم 18 ابريل بإذن الله بإذن الله انا عارف ان فيه مجهود يا دكتور حضراتكم الحقيقة يعني بتعملوه مجهود جبار عشان هذا الحدث وعشان يعني يطلع بالصورة اللقيقة لإسم مصر والتجهيزات يعني اللمسات النهائية اللي حضراتكم بتعملوها اكيد يعني الشغل على قدم مصاكي يعني الحمد لله يعني الحقيقة كل احنا لغاية الوقت ما روحناش أنا عارف كم يوم ما بتقريبا من البيت هنا فالعمل على قدم مصاكي زي ما حضرتك ذكرت صحيح للتزين والمتحف والاستعداد باستقبال هؤلاء الملوك والملكات ربنا يخليك يا دكتور أنا عارف إنه وقت حديك دائق جدا دلوقتي أنا شاكر على المداخلة ديت التوفيق كل التوفيق ليكم وربنا يحفظكم يحميكم ويكون حدث عالمي جميل كده بإذن الله وبشكر باستاذ دكتور أحمد غنيم المدير التنفيذي لمتحف الحضارة شكرا لهذه المداخلة الهمة والتوفيق كل التوفيق لسياداتكم طيب نرجع تاني بقى لأستاذ محمد يقول لنا الحدث وتأثيره ونخش بقى في أستاذ مكدي اتكلم في حتة الفاكسين وأهمية الفاكسين اللي كنا بنتكلم فيها وتسريعها يا أستاذ محمد إحنا دلوقتي نبتدي بالحدث الأكبر طبعا اللي هيحدثه يوم السبت وأن الموميات ده طبعا حدث كبير وإيبنت مصر حتستفيد منه استفادة عظيمة الفكرة أنه دلوقتي بقى فيه مضمون أو محتوى قوي وعندنا فرصة بما أنه دلوقتي نعم التزامن أنه فيه لوك داونس من أعظم الدول العالم صحيح بس الإيبنت ده بحجم الصرف والترتبات اللي ترتبت عليه بين كل يكنات الدولة وجهات السيادية حيوفر لنا اللي احنا بطوي قولة الكونتانت اللي احنا مطالبين بعد كده حيطلع سترونج كوميونيكيشن بلان هي بقى قوة الكوميونيكيشن بلان بتاعة الفترة اللي جاية من مضمون اللي حيتخلق من يوم السبت بما فيه أن معظم الدول المصدرة للسياحة الكولتران هيرتج أو السياحة الثقافية والهيرتج لمصر هي في حالة اللوك داونس حاليا في معظم يوروب ودي حتبقى بنسبة لنا فرصة لعرض هذا المحتوى نوريهم عظمة الأماكن دي وبحيث أن احنا نبتدي نقدر نبني على الأماكن بجانب المتحف المصر الكبير إن شاء الله مع الفتاح المتحف الحضارة بالنسبة لنا أنكر الأهرامات بايت أنكر اكتشافات سقارة بايت أنكر لقصر وأسوان طبعا اليوم التراديشن بتاعهم الموجود فده بالنسبة للحدث بتاع يوم السبت أما بقى لو بصنالها من المنظور الأكبر أو من ناحية الماكرو لابل لا طبعا يعني من جزء عامل أساسي من تشجيع رجوع السياحة هو السعي للوصول لمطوي كولت الجريم باس أو الباسبور الأخضر اللي هيساعد على السفر الباسبور الأخضر دي الدول أوروبا دلوقتي تطبقوا بالتحالف برضو مع القياتة أن كل ما هو واخد الباكسين هتبتدي تفتح له معظم دول أوروبا للصفر إليه بتلقى من 1-6 فبالتالي سرعة الباكسين في مصر اللي عاملين في قطاع السياحة إضافة للدكتور لما قال أنها تتحمل التكلفة سواء من صحاب الشركات أو من خلال مساهمات السندوق بما أن السندوق بيدي إعانة للمرتبات فممكن هذه توجهة بارشلي أو جزئيا لتطعيم المليون أسرة أو المليون عامل اللي شغالين في السياحة بزاويهم من دول حيبقى أول عامل لاستجزاب السياحة اللي حيدي الثقة اللي عالم دلوقتي عنده تعطش للصفر وعنده تخاوف فاللي حيبعث الثقة جزء منها كبير جدا هيعتمد على الديستينيشن اللي احنا رايحنا الآمن الآمن فآمن في البشر بتطعيم وآمن بالإجراءات الاحترازية اللي نزلت من الوزارة على مدى السنة اللي فاتت صحيح فدول حيبقى العاملين أسين فحيبقى العامل أساسي عاملوا الصحة ثانين يتبعوا العامل المقابل ليه بالخطة التسويق اللي مصر هتعملها الفترة اللي جاية وهتركز على أني أنواع من السياحة وعلى أني أسواق هتفيد تستجذب صحيح يعني أنت شايف أن الموضوع ده مرتبط برضه إلى جانب أنه هو بيعمل جذب أو هيعمل جذب وتصنيته الدوء على مصر بشكل كبير قوي لكن اللي هيسرع أكتر وهيفعل الموضوع ده اللقاح وعملات اللقاح حتى للعاملين بقطاع السياحة حتى العاملين بقطاع السياحة ها يعني ده اللي هيساعد ويسرع بعودة ده عامل أساسي من العوامل حيساعد على عودة السياحة صحيح وعمل مهم وما فيش غين عنه طيب نتكلم فيه ده نوع وهيعمل لنا شغل إيه نقدر نعمل تاني يا مستر محمد أو إيه خطاتك تسويقية الفترة اللي جاية إلى جانب الحدث دوت إلى جانب التطعيم هل في خطة ممكن بتقترحها بتساند قطاع السياحة في عودة السياحة أو طرق غير تقليدية حاجة برى الصندوق يعني ممكن هيك تقول لنا الموضوع ده والمستر مجدي هيكلمني عن السياحة الداخلية بعد حضرتك برضو يعني جهز نفسك لموضوع السياحة الداخلية تقولي الوضع إيه لا هو طبعا حضرتك اللي حصل في خلال السنة اللي فاتت أو خلال 11 شهر اللي فاته أثر تأثير جامد جدا على السياحة وبالتالي منتج السياحة اللي حيرجع رجع بشكل مختلف يعني حيبقى فيه أنواع تانية من السياحة حتطلب التركيز عليها فلو احنا أخذنا معظم الدول اللي كانت مغزية المصر سواء بنكلم عن السوق الألماني أو الإطالي أو الروسي يمكن كانت السياحة الشاطئية أكبر حاجة بالنسبة لهم للوقت هيبقى فيه جزء قايم على الوضع يقول هيلسان والنستروز يعني ده من الحاجات المتوقعة أنها ترجع بقوة لأن من كتر اللوكداونز اللي الناس حصلت فيها بقى عندهم تعطش للسفر والسفر الآمن وكمان حاجات ترفع المعنويات أو تحسن من الصح تدد بالفعل دستنيشن تخلق يعني في نوعية سياحة جديدة دلوقتي زي السياحة اللي بتعمل بوستيج للإميونيتي اللي بتقول مناعات تاني الحاجات اللي بتعمل ديتوكسنج سواء ديتوكسنج ده منتلي زهنيا أو جسمانيا بالناس اللي قاعدة بقالها كتير جدا في البيت بنتكلم على الحاجات اللي هي دعوة بالأنشطة الرياضية والأدفانشر توريزم بقى فيه احتكاك مع الطبيعة احتكاك الطبيعة ده خلق أكتر أو قبر شريحة الأدفانشر توريزم اللي احنا كانت بنسبة لنا تمثل ماينورتي أو أقلية أقلية من عام مدى وكان ممكن يبقى التركيز مش عليها لأن كان التركيز على الكلاسيك تورز كان الأعلى مع السياحة الشاطئية فبالتالي دلوقتي تنويع شكل محفظة البرودوكتس يعني دلوقتي عشان برضو يعني دي نوعية ساحة جديدة مستحدثة دي أنواع استحدثتها الظروف الظروف لتقوية المناعة السحة الحاجات اللي هي الجديدة الأدفانشر برضو الأدفانشر توريزم برضو جزء منها عندك حركة الشريحة الكبرى اللي كبرت برضو والشريحة اللي هي الشبابية بيت عندها تصفر فالباكباكينج والصفر وإنه يكسبلور بقى المدينة ده بقى وضع وده برضو حتطلب مننا أن احنا نبتد نخلق وضعه يقول كاستمر إكسبرينس يعني الكاستمر دلوقتي بقى بيدور على إكسبرينس راضر أنه جاي بياخد برنامج أنا بشتري إكسبرينس فكل ما احنا نركز احنا هنقدر نبيع شكل الإكسبرينس المختلفة زي جوة مصر فبالتالي بنوسع القاعدة اللي احنا ممكن نوصل لها الإكسبرينس دي بقى هتعتمد علينا احنا هنخلق شكل الإكسبرينس مختلف إزاي وحن نعمله ماركتنج في الديستينيشن اللي احنا بنعملها تارجتنج وللفئة إزاي مش هينفع أن احنا بنعمل برنامج واحد أو فيديو واحد وبنعمل بيه تارجتنج لكل حاجة لأ ده خلاص دي منظومة صعبة جدا مش هينفع نكمل بها تاني زي ما كنا بنكمل في الأول لا الاختلاف بقى موجود التميز لازم يكون موجود الإبداع مطلوب مطلوب طيب نيجي بقى رخونا مجدي في وضع السياحة الداخلية وشايفها إزاي يا مستر مجدي في الوقت الراهن ومدى اعتمدنا الفترة اللي جاية عليها وشايف إزاي برضو في رمضان احنا يعني الأيام الكريمة جاية ورمضان جاي وشايف إزاي في رمضان الحركة السياحية أو السياحة الداخلية أو هل فيه ممكن يكون فيه سياحة خليجية مثلا في رمضان أو كذا ولا الناس بتفضل تبقى في بيوتها في شهر رمضان في الخليج وخاصة لإن إحنا برضو القرارات بتاعت مجلس الوزراء إن هي مفيش برضو الصهر أو كذا عشان كورونا يعني يعني ولا خيام ولا الكلام ده طبعا يعني مفيش الحاجات اللي هي اللي كنا بنعملها الزمان يعني رأي حضرتك إيه وشايف الوضع إزاي خلال في رمضان هنشتغل إزاي وهنعمل إيه ما أقدرش إن أنا فوت محمد لو عايز تعقب على حاجة واللي قاله الفكر الشباب ده فكرة عظيم فعايز الأول أشكر دكتور أحمد جنيم وأقوله ياريت تخفيض سعر التذكرة الأول كده أنا مردتش أقطعه سعر التذكرة للمصريين طالما بتتكلم على ساحة داخلية أي أسعار التذكرة بتزيد على المصريين فياريت في الفترة اللي جاية أي يعني ندي تخفيض حتى لو 75% مش 50% للمصريين اللي حد لما الساحة تبتدي تاني للمصريين طالما عايزين المصريين يزوروا بس هو بيتكلم في شغل اي احنا فعلا زي ما هو بيقول ما احنا كنا حابين نسمع قراءه دي برضو ما احنا جايبينه عشان عشان كده عشان كده بنقول احنا نعرف منه احنا يعني فيه خمس تقات خمس تقات دول اللي هو اتكلم في أجزاء منهم التقى الاولى التغيير التقى التانية التجديد التقى التالتة التطوير التقى الرابعة التعاون هو اتكلم فيهم بس ادماجهم في بعض فيه تقى خمسة هابقولها في اخر الحديث اه الاربع تقات دول اولا التغيير هو بيتكلم على تغيير في الفاكر احنا لازم نغير لازم نغير لازم نغير لازم نغير نغير في الفكر التصويقي ولازم نشوف الفكر التصويقي وصل فين اه ولازم هو بيقول احنا عايزين الشباب ده فعلا فيه شاريحة كبيرة جدا اي يعني فيه شباب كانوا جم كلموني يا دكتور عاطف اخي بالك الشباب دول يعني هما ليهم تقريبا مليون متابع بيعملوا مزيكة بشكل المتال او الالكترونيك ميوزيك وعايزين يعملوها في المناطق السياحية عشان يجذبوا الشريحة بتاعت الشباب ويوروهم ان مصر مش هرم وبحر وخلاص على كده بيعملوا شغل جديد وعملوا هذي المبادرة وراحوا لوزارة السياحة لا حدش قابلهم يعني امكان ما ما خدوش بالهم ان دي فكر متطور جديد ودول الشباب اللي مفروض نحن ندعمهم ونقولهم تعالوا هتقولنا الشباب اللي زيكم في فكركم ايو ايو فالتغيير في الفكر التسويقي والتغيير في الأدوات التسويقية الأدوات التسويقية اللي احنا نعرفها دي انتهت خلاص انتهت الطريقة الكلاسيكية وفي تسويق ما بعد كورونا وتسويق ما قبل كورونا والدنيا خلاص بتختلف دلوقت خلاص صحي ده بالنسبة للتغيير والتغيير كمان في الأشخاص المتعاملين مع السياح لازم ندربهم اللي هم أصلا المسؤولين ونعرفهم الأهمية ونغير حتى في الأطفال ونغير في المدارس ونبتدي نعلمهم حب السائح وحب التعامل معاه دي بالنسبة للتغيير والنساحتة مش يعني نستغله مرة وخلاص ولا والساحتة غني بقى إزاي نستغله لا يعني فعلا ثقافة إن أنا أعلم الأطفال والمدارس وكده ثقافة السياحة وفي الجامع وفي الكنيسة وفي المدرسة وفي الجامعة أهمية السياحة وصناعة السياحة والضيف وإحنا بنعمل وقضيف وإحنا دائما بنتعامل قضيف وزي ما كنا بنتعامل مع الضيف في بيوتنا وزي ما كنا برضو جزئية النظافة ونعلم الطفل إنه هو إزاي أنضيف قدام السائح والآخر وزي ما كانوا محدش يدخلنا القضاء قبل ما نخسل إيدنا ورجلنا الأحجات دي لازم نعلمها لو نعلمه إزاي التعامل مع السائح وبعدين ما فيش حد بيستغل السائح ما فيش حد بيستغل السائح إحنا بس اللي مرخصين الخدمات بتاعتنا أنا في دبي وهو يعرف ذلك أستاذ محمد قعود خدت تاكس من المطار للفندق فيما يقارب 500 جنيه مصر التاكس ما بيخدش 500 جنيه مصر من المطار لأي فندق هنا فإحنا مفروض نحن نبتدي نبتدي نعادل ونبتدي ندي للناس حقوقها ونحط أسعار كويسة تتناسب مع المجهود اللي بيبذل وتتناسب مع الحياة المعيشية التجديد بقى نخش في التجديد أنت لازم تجدد في المنتج بتاعك الدنيا كلها منتجات جديدة هو بيكلم في منتج أنت عندك منتج إيه هنتكلم في أدفينشر هنتكلم في كلاسيك ما إحنا عندنا الأدفينشر بتاع سفر الصحراء وعندنا الأدفينشر بتاع محمله في الجبال والآخره عندنا طبعا 350 كيلومتر شواطئ وعندنا كل حاجات خلوة إحنا في مصر دي مفروض تدخلها 50 مليون سياح في السنة بقليله ب50 مليار دولار بس لازم تجديد صحيح أنت عندك دلوقتي الفكر الجديد اللي لازم تبدأ بي والتجديد كمنتج السياحة الدنيا المستجلبة لازم تركز عليه طب يعني خلينا نتكلم في السياحة الداخلية دلوقتي وضعها إيه دلوقتي ومدى اعتمادنا المفروضة عليها الفترة اللي جاية ما أنا هرجع لسؤالك أنا هرجع لسؤالك أنا هاختصر طيب عشان وقتك طيب بالنسبة للتجديد عشان في نقطة كتيرة عشان نتكلم فيها لازم نجدد في المنتجات والسياحة الدنيا المستجلبة والتجل الأعظم في سمت كاتريم صحيح ومصار العائلة المقدسة والعتبات المقدسة وعتبات قلي البيت دي لازم نبقى نركز عليها كالسياحة دنيا مستجلبة بعد ما خلصنا من التجديد هناخذ من التطوير أنت محتاج للتطوير لعرباتك لفنادك للفنادق لكل شيء لازم نتعاون للأدوات بتاعتنا عشان السياح ييجي يشوفها متطورة صحيح يبقى احنا تكلمنا في التغيير والتجديد والتطوير التعاون بدون تعاون لأن السياحة دي منظومة متكاملة عشان تبقى دولة سياحية تعاون جميع الأجهزة المصرية جي الشرطة داخلية محليات بلدية كل حاجة صحة للجودة الجودة المطاعم جودة الفنادق ده لازم فلازم تعاون جميع الجهات وطبعا آخر تتهي اللي أنا قلت خليها للآخر اللي هي تتهي أن كل حد بيقد عمله لازم يبقى منظوره الأول في تحيا مصر وعايز يوصل مصر فين عشان يشتغل بحب وبضمان دول الخمس تقات أرجع بقى للسياحة الداخلية كان في مبادرات تحتشت في مصر وكان في مجموعة من المبادرات اللي صدرت ولكن هذه المبادرات كانت غالية على المواطن المصري العادي فعشان كده ما قدتش للنتيجة بتاعتها بجانب أن أنا عشان أعمل المبادرات لازم أعمل المبادرات متدركة في متدرج الأسعار يعني مبادرة بالأوتوبيس يروح يقعد في لقصر وأسوان أو يقعد في شرم الشيخ وما ينفعش أن أنا أقول أن أنا هتدي له مثلا الفندو بألف جنيه أو سبعمائة جنيه بيرنايت وكده لا 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 أنا طالما عايزه يزور يبقى لازم أدي له باكيج كامل كامل بالأوتوبيس سعره أدي كده بالفندو بكل حاجة أخده ووديه بالأطر بالأطر بالطيار لا أنا ما باتفقش أنا باتفق مع مجموعة شركات ما ينفعش أن أنا أبقى مصر للطيران بس لا أنا باتفق مصر للطيران على برنامج شت في مصر مع مصر للطيران اتفقت مع مجموعة فنادق وعملوا شت في مصر لا شت في مصر دي بتبقى منظومة دولة كاملة ليه عشان برضو نفس الوقت يدي انتماء للمصر وهو بيزور الأماكن الأسرية ويقول للسائح أن المصريين متواجدين لأن أنت عارف حضرتك تعلم تماما أن وجود المواطن المصري جنب السائح بتدي له ثقة بتدي له ثقة في المكان وفي التواجد فده بالنسبة للسياحة الداخلية إحنا بنشوفها السياحة الداخلية راحة فين السياحة الداخلية لو عملنا هذه الأساس وما ينفعش أي حد يشتغل سياحة للأسف أنا ببص ألاقي فيه مبادرات تطلع وبعض الجهات بتعمل رحلات لوحدها وده ما ينفعش صحيح ما عندنا 2700 شركة أو 2400 شركة سياحة منهم اللي شغالين فعليا 2300 شركة سياحة لازم الناس دي أقدر أن أنا أحركها شغل صحيح وباكت جهات معينة عشان يشتغلوا عليه صحيح حاجة بقى مستر محمد شايف هل البورصات يا مستر محمد الفترة اللي جاية طبعا بورصة ألمانيا طبعا وكده اللي هي الـ 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 يعني ما فيش البورصات اللي جاية بقى وطريقة البورصات اللي هي عن طريق الـ أو الحاجات اللي زي كده وضعها إيه وهل هي مجزية وهل ممكن كمان إن إحنا مدى إن إحنا نعمل بورصة سياحية مصرية في مصر مثلا زي كنا مرة عملنا محاولة كده زمان البورصات بص عليك بالنسبة طبعا البورصات البورصات هتكون مهمة بس برده نرجع نقول التنويع في البورصات بقى مهمة الفيرشوال الفيرشوال بقى خلاص بقى أهمة يعني أصد مازال لسه البورصات وكده دي تؤدي يعني نتائج كويسة طبعا هو عليك طبعا بحكم إن إتفرض علينا الفيرشوال والناس بتيت تتعود خلاص وشافت مدى المنفعة من الوقت في الفيرشوال فالفيرشوال لا غنى عنها يعني إحنا بنشوف إنه أي معرض حدا كان بيتعامل بروبلا حيبقى ليه اتنين فيرشن فيرشن هتطلع فيرشوال قبليها كم يوم أو قبليها فترة زي ما الإمارات بتجرب بالأريبيان ترافل ماركت عاملة منه اتنين فيرشن واحد الفيس توفيس لأن هي في الآخر صناعة الضيافة أو صناعة السياحة قيمة على العلاقات ما بين الفنادق والشركات ما بين مؤدمي الخدمة ومتلقيها فلاغنا عن الفيس توفيس بس في نفس الوقت خلص بقى عندنا وقع جديد اتعوت عليه واللي مش مواكب بي بقى متأخر جدا فحيفضل مكامل وبتدت الشركات الأجنبية خلص كله بيطور نفسه أنه عنده وعنده الفيس توفيس كونفرس بديها أول واحد بديها بالموضوع ده القريبان ترافل ماركت أول واحد حيبتدي في شهر خمسة أو في شهر ستة فيس توفيس ثلاثة يام بعدها بشهر على طول عامل ثلاثة يام فأنا أتوقع أنه ده حيبقى الترند الفترة اللي جاي اللي ماشي اللي جاي اللي جاي بقى تنويع شكل المعارض أنواع المعارض كترت وبقى فيه تخصصية فبقيتش اللي مبقيتش الدرجيم بس اللي احنا متعودين عليهم الـ ITB الـ World Travel Market بتاع روسيا بنتكلم على الـ ATM بتاع دبي ظهرت معارض تانية أخرى زي اللي بيحصل في البرتغال Private Luxury Forum ظهر أمور بتاع إيجا يعني ظهرت معارض كتير معارض كتير وبقى فيه معارض مخصص سواء ده مخصص للميتينج الـ Events بس ده مخصص للسياحة اللي بنسميها الـ Roman Strabble بس ده مخصص للسياحة اللاجر بس فالمشاركة مهمة حقيقة وقتنا خلص ما عارفش الوقت بيخلص إزاي ما فيش فيه بركة ولا إيه كلمة في دقيقة مستر ماجد يتعقب بيها بس ونختم لأن الوقت انتهى بتاع البرنامج على حقيقة كلمة خيرة توجيها كده لمين في دقيقة لمين أوجيها توجيها لنعايز توجيها سياحة بقى عمتا مع علي وزير السياحة مع علي وزير السياحة وبوجيها لمصر عمتا مصر كبيرة وتستاهل مننا كتير وفعلا مصر محتاجة ناس تشتغل بحب زي المرشدين والناس اللي اشتغلوا في قناة السويس والعالم كله أعطوه درس صح في قوة المصري لدرجة ان فيه يعني تعليق جميل جدا قريطوا الضحش الفان التعليق ده بيقول ايه يا جماعة اللي حركوا حجارة الهارم مش عارفوا يحرجوا مركب معانا وقت يا جماعة والليه السيد محمد يقول دقيقة واحدة بس مستر محمد يعقب دقيقة واحدة انا احب بطوع واجه لجانب المبادرات اعادة النظر في السياسات النقدية وسياسات المالية لدعم قطاع السياحة ده حتمي لازم برضو من الحاجات اللي يقعاد فيها اعادة النظر من الجهات السيادية إلى جانب برضه السياسات النقدية يعني مستر محمد زي ايه السياسات النقدية بنتكلم دعم الأجور تمويل مثلا تخفيض كيمة الضرائب على الكطاع السياسات المالية نرجع تاني لمبادرات واللونز تاخد بفترة سمح أكبر وبتسهيلات أكدر أكسس للفلوس يبقى أسهل لدعم السياحة الفترة اللي جاية دي إلى جانب بدعه برضه لإقامة مجلس أعلى أو وزارة للضيافة منتج الضيافة أو الخدمة في نصر محتاج فعلا للتطور وأخيرا بقى وليس أخيرا يعني عادت النظر بقى في المنظومة الكاملة بتاعت السياق التسويق بالنسبة للمصر في غيرك هيتم إزاي الفترة اللي جاي صحيح أنا كده وقتنا انتهى أنا بشكر حضراتكم كثيرا أستاذ الأخوة الزميل الأخوة الحبيب أستاذ مجد صادي الخبير السياحي المقادرة أنا بشكرك بس أنا عايز بس ثانية واحدة التجل الأعظم التجل الأعظم سانت كاترين سانت كاترين هي مصر المستقبل هي مصر المستقبل ممكن يجي ملايين من السياحة كل سنة مصر المستقبل صحيح بس هي من اشتغالها السياحة لا لا اشتغالها شعائر شعائر أنا يعني كنت اتكلمت مع البابا فرانشيس عن طريق البابا يؤنس لحظة إنه يتعمل قداس هنا شعائر صحيح قوة فقال لا خلي الكنيسة الشرقية البابا طوادرس الأول يعمل هذا القداس تمام فلازم يبقى فيه شغل شعائر في سانت كاترين تمام وصلت الرسالة مستر ماجدي أنا بشكر الخبير السياحي الشاب الأستاذ محمد قعود لوجوده معنا النهاردة بشكر حضراتكم ومع وعد باللقاء قريب تاني نعمل فقرة أطول شوية نتكلم فيها بشكل أوسع أنا كده وصلنا لآخر الحلقة أبشكر حضراتكم شوفكم يوم الأربع اللي جاي كده بإذن الله الساعة 9 مساء وحضومتم واتصبع على خير اشتركوا في القناة